نستهل معرض الصحافة من جريدة الشروق اليومي وبالحوار الحصري لوزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبرير التي قالت إنها استغربت كثيرا حدة الانتقادات ومستوى التلفيق الذي طالها وقالت الوزيرة أنا أمازيغية جزائرية عربها الإسلام ومسلمة كما فصلت الوزيرة في الحوار الحصري في أمر العتبة التي اعتبرتها السبب المباشر في نسبة الرصوب بسنة الأولى جامعي وقالت إنها ستلغى نهائيا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل الشروق تطرقت أيضا إلى الحادثة التي وقعت ليلة الثلاثاء إلى الأربعة واستهدفت منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو وأوقعت أربعة قتلى ضمن الحرس الشخصي للوزير الداخلية هذو قال هذا الأخير إن جزائريا شارك في العملية جريدة الخبر تطرقت في عددها اليوم إلى الوضع الذي تعيشه الجارة ليبيا وكتبت أن قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي قررت تعزيز وحدات الجيش المرابطة على الحدود مع ليبيا بخمسة آلاف بين جندي ودركي كما قررت إنشاء قطاع عملياتي بالمنطقة الحدودية المشتعلة والتي تخشى السلطات الجزائرية انتقال نارها إلى التراب الوطني إلى جريدة البلاد التي أكدت أن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون كشف أن جيس إيمو الفرع المكلب بتسيير الأحياء السكنية بوكالة عدل خضع للتحقيق من قبل المفاتيشي العامة للمالية وأوضح تبون أن هذه الأخيرة أنهت تحقيقا حول التسيير الإداري والمالي لهذا الفرع بعد اكتشاف ثغرات كبيرة ونختم بجريدة وقت الجزائر التي عنوانت في أحد مقالاتها رفض المواد الغذائية المشبوهة وإعادتها إلى البلد المصدر وأكدت أن المصالح المختصة من وزارتي الفلاحة والتجارة ستخضع الأغذية المستوردة لسيما اللحوم إلى رقابة مشددة تحول دون وصول كميات فاسدة من الموانئ إلى المستهلك